موسيقى يغيب عن الكثير من المستثمرين العقاريين التكاليف المرتبطة بالوساطة والتسجيل والمحامين والرسوم المختلفة وينجذب بعضهم إلى التركيز على قيمة العقار فقط في هذه الحلقة من مساحات نصلت الضوء على التكاليف المصاحبة للاستثمار العقاري والتي لا تدخل في نطاق الأسعار كما نناقش نشاط الوساطاء العقاريين وتأثرهم بفترات الركود وبالتغيير في التنظيمات ورفع أو خفض عمولات الوساطة ونسأل في هذه الحلقة إلى أي حد يمكن للوساطاء التحكم باتجاهات أسواق العقارات في المنطقة وهل يمارس بعضهم الاحتكار؟ على الرغم من التطور الذي شهدته أسواق العقارات في الخليج من حيث تنظيم مهنة الوسيط العقاري إلا أن توسع هذه الأسواق والارتفاعات المغرية في الأسعار واندفاع فئات من الوساطاء للكسب السريع أدى إلى ظهور بعض المشكلات المهنية أبرزها الزيادة غير المبررة في قيمة العمولات يغفل الكثير من المستثمرين حساب تكلفة الشراء ومقارنة هذه التكلفة بين استثمار وآخر ويركز الكثير منهم على العوائد التي يتوقع تحقيقها من تأجير العقار ويؤدي ذلك إلى إغفال التكاليف المصاحبة سواء أثناء الشراء أو أثناء إدارة وامتلاك العقار أو أثناء بيعه والتخارج منه ومن أهم التكاليف ما قبل الشراء تكلفة رسوم التسجيل العقاري ورسوم المحامي ورسوم السمسار وتصل هذه الرسوم اجتمع في أحيان كثيرة إلى أكثر من 15% من قيمة العقار وفي دول الخليج يشتكي المستثمرون من عمولة الوسطاء الذين لا يتقيدون بالنسب المحددة في التنظيمات العقارية وبمقارنة بسيطة لنسب عمولة السماسرة أو الوسطاء في السوق العقاري الخليجية نجد أن السعودية تحدد قيمة السعي أو العمولة بنسبة 2.5% من قيمة عقود الشراء وقيمة شهر واحد أو 10% من قيمة إيجار سنة واحدة لعقود التاجير وفي الإمارات قيمة العمولات العقارية تصل إلى 2% لصفقات البيع و5% لعقود التاجير وفي الكويت تبلغ عمولة الوسط نحو 1% في صفقة البيع وشهر واحد للإيجار أما قطر فيحصل الوسيط على ما نسبته 5% عند إتمام الصفقة في حال البيع ونفس النسبة من قيمة عقد الإيجار وفي البحرين تتراوى حمولات الوسطاء العقارين بين 1% و2% من قيمة صفقة البيع وقيمة أول شهر من إيجار سنة في عقود الإيجار أما في سلطنة عمان فيحدد أجل الوسيط بنسبة 3% من قيمة عقد البيع و5% لعقد الإيجار كيف ينظر الوسطاء العقاريون إلى التنظيمات المتعلقة بنشاطهم وكيف يتعايشون مع السوق خلال فترات الركود لنتابع ما في شك أن التحديات الاقتصادية التي تمر فيها المنطقة أثرت بشكل سلبي على الكثير من القطاعات بما فيها القطاع العقاري والذي يشهد الآن نوع من الهدوء وهذا بالتالي أثر على أداء شركات الوساطة العقارية لكن في الأخير رغم هذا الهدوء تبقى شركات الوساطة صاحبة الخبرة والكفاءة هي المحافظة على استمرارها في خدم هذا النجل الذي يشهد القطاع دبي تسعى دائما للارتقاء بالقطاع العقاري في القوانين والتشريعات التي سنت حكومة دبي فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين لها انعكاس إيجابي على القطاع حيث أنها ساهمت في القضاء على السماصر غير المرخصين وحماية جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة التي باتت لها أهمية متنامية في ظل تطور القطاع العقاري هذا ورغم تشديد التنظيمات على وضوح نسب عمولة الوسطاء العقاريين فإن أسواق المنطقة تشهد أحيانا ممارسات للتحايل على القوانين إذ يفرض بعض الوسطاء مبلغ مالي على المستأجر من قبل المكتب العقاري بنحو 15% من إجمالي قيمة الإيجار وذلك عند تمديده للعقد تحت بند رسوم إدارية كما تطلب بعض المكاتب العقارية في سنة ثانية من الإيجار رسوما على مواقف السيارات عند تجديد العقد والذي لا يشير في العادة إلى تضمين المواقف ضمن المساحة المؤجرة سنذهب الآن إلى فاصل قصير نواصل بعده أولى حلقات برنامج مساحات لعام 2017 ونرحب بعض الفاصل بضيفنا من أبوظبي مدير عام شركة صدك العقارية سيد حسن الشاذي لمشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا أرحب بكم من جديد إلى هذه الحلقة من مساحات وللحديث أكثر عن رسوم والتكاليف المصاحبة لتملك العقارات والإيجار نصديف من أبوظبي مدير شركة صدك العقارية سيد حسن الشاذلي أهلا بك معنا سيد حسن الحديث عن جوانب من القطاع العقاري منها موضوع رسوم عمولات الوسطاء العقاريين تشكل أيضا نقطة مهمة لمعلومات ولثقافة القطاع العقاري في المنطقة إلى أي حد دول خليجية تشهد ربما مبالغة في هذه العمولات وهل هناك استغلال للطفرة العقارية التي جرت مؤخرا وتمت مؤخرا في المنطقة في السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى رفع هذه العمولات بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الأمر أوضح لحضرتك أن عندنا مثلا في دبي دارة رادو الأملاك عملت إجراءات تنظيمية لتنظيم موضوع العمولات ورسوم التسجيل فعملت موضوع أكثر إلكتروني بقى عندنا فورمات معينة مثلا فورم إيه ده فورم الوسيط بيمضيه مثلا مع السيلر وفورم بي بيمضي الوسيط مع البير وفورم إيه اللي هو زي الـ MOU بالزبط فقبل عملية التسجيل مباشرة بيحتاج الوسيط أنه يمضي مع المالك الولك الوحدة اللي هو وسيط المالك بيمضي على نسبة 1% مثلا ولو يكون مثلا 1% عمولة وبيوقع كده هو ضمن حق الوسيط بالنسبة للبير نفس الكلام بيمضيه قبل موضوع التسجيل وفي نفس الوقت برضو بيمضي الأطراف في الـ MOU اللي هو فورم F قبل عملية البيع عندنا في عملية البيع الرسوم كالتالي بتكون عندنا 4% إذا كانت الوحدة مثلا شقة أو مكتب أو محل بيبقى 4% زائد 580 درهم 580 درهم دي رسوم إصدار سند الملكية إما الموضوع إذا كان أرض أوكي فبتبع عبارة عن 4% زائد 430 درهم زائد أن نسبة العمول عندنا في دبي محددة وهي 2% من المشتري لكن لو جئنا في موضوع القانون عندنا في دبي أن المفروض في رسوم التسجيل الباير يدفع 2% والسيلر يدفع 2% وهكذا في العمولة 1% و1% لكن العرف المتابع عندنا في دبي من فترة وده كان ناتج على أساس أن المشتريين والمستثمرين لما جئوا مشتروا المطورين في الأول كانوا يدفع 4% رسوم التسجيل فما بيجي يبيع بعد كده بيرفض البايع أنه هو يدفع في رسوم التسجيل لأنه بيقول أنا دفعت قبل كده فعشان كده العرف اللي اتخذ عندنا في دبي أن الباير بيدفع 4% زائد 2% سيد حسن عملية الحركة ومؤشرات سوق العقارات في هذه المرحلة هل فيها نشاط ملحوظ لشركات الوساطة العقارية أحب أقول لحضرتك أن سنة 2016 من وجهة نظر الشخصية نقدر نطلق عليها أنها سنة بيع شؤق قيد الإنشاء السوق عندنا شركات الوساطة العقارية عندها نوعين من الدخل الدخل الأول اللي هو الإجارات وده الإجارات مستمرة سواء كان السوق بطيء أو غير بطيء عندنا النوع الثاني اللي هو إرادات البيع اللي بتيجي من الشركات الوساطة العقارية فعندنا منها النوع الأول اللي هو الوحدات الجاهزة ودي فعلا فيها السوق بطيء فيها والنوع الثاني اللي هو وحدات قيد الإنشاء وده كانت سنة 2016 تم فيها عملية بيع كتير جدا من مطورين زي أعمار ودماج وأكتر من مطور حتى كانوا بيعملوا أفرات وطرق دفع ممتازة يعني نيجي مثلا نلاقي مطور وده ما كانش موجود قبل كده أنه بيعمل طريق دفع قبل كده كان الأول مثلا يدفع لحد انتهاء المشروع ماشي دلوقتي اكتشفنا في السوق السنة اللي فاتت دي أنه في مطورين بيعملوا بوست بي منتبلان يعني أنت تستلم الشقة وبعدين تأجر وبعدين تدفع مثلا ممكن تدفع من الإيجار للقصات ماشي الحاجة الثانية اللي هما بدأوا نزلوا أسعار رخيصة فسابوا مجال كبير للمستثمر أنه هو يقدر يكسب غير قبل كده كان ممكن بيبيع زي سعر السوق زي الوحدات الجهزة فلما جي السوق بقى فيه طباطق شوية في الوحدات الجهزة المطورين نزلوا بأسعار كويسة عملوا طريق دفع كويسة غير أن المستثمر تطمن لما دايت رادو الأملاك عملت نظام الإسكور أكاون فقبقت الفلوس في أمان وفي سيف فبقى متطمن أكتر الحاجة الثانية شركات الوساطة العقرية اشتغلت كويس أو في الموضوع ده لأنه كانوا كانوا المطورين بيدوا عمولات أكتر وبيعملوا أفرات أكتر في الموضوع ده وكان كله متجه يعني إحنا السنة دي لاحظنا حاجة جديدة قوي أنه كل المطورين نسبة كبيرة جدا من المطورين اتجهوا للوحدات المتوسطة الأسعار يعني مثلا يجي لمستثمر النهاردة يقول لي أنا معايا 2 مليون بدلا ما أروح اشتري مثلا شقة في الداون تون بـ 2 مليون جارها مثلا 100 ألف أو 110 ألف أقدر أخذ بها ثلاث شواء في منطقة سيد حسن هل هذه الحركة وهذه الأمور الجاذبة للاستثمار حتى على صعيد كما ذكرتم ربما الأسعار المتوسطة وليس الشقاق أو العقارات الغالية الثمن أو الباهضة الثمن هل هذه الحركة انطبقت أيضا وانسحبت على مناطق أخرى غير الإمارات وغير دبي في حقيقة الأمر الموضوع ده بدأ يبقى أكتر في الخليج أكتر يعني في موضوع في دول الخليج أكتر كمثل السعودية برضو كبعض عملاء هناك تكلموا معنا في الموضوع ده أنه بدأ يتجه أكتر للحادات المتوسطة الدخل لأن معظم المستثمارين دلوقتي بيفكرهم أنه هم يدفعهم يعني بيمانتبلان أحسن أنا أستثمار ببابلة كبير لأنا أدفع على مهلي وممكن فيه بوست بيمانتبلان كمان بعد الاستلام أوكي فقدر أقرهم الإجارة أدفع للإقصاد يعني نعم ابقى معنا سيد حسن الشاذلي وسنتابع مع بعض الأخبار التي ترتبط طبعا بهذا الموضوع نشير هنا إلى أن الرسوم والتكاليف المصاحبة قد تكون أداة من أدوات ضبط السوق وتقليص المضاربات أيضا ففي دبي مثلا تم رفع رسوم التسجيل قبل سنوات حتى يتم منع المضاربات على العقارات ذاتها لفترة طويلة لكن زيادة الرسوم قد تتحول في بعض الأوقات إلى عامل ركود داخل السوق ففي السعودية أدى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى زيادة العرض مما ضغط بالتالي على الأسعار حتى تلك الخاصة بالأبنية وذلك لأن تقديرات الملاك والمستثمرين للعائد على الاستثمار في الأراضي أو المساكن أصبحت سلبية بعد تراجع الأسعار نتابع نقاشنا في حلقة اليوم حول قضايا الرسوم والتكاليف المصاحبة لتملك العقارات حتى وللإيجارات مع ضيفنا من أبوظبي مدير شركة سوداك العقارية أستاذ حسن الشاذلي الحديث إذن عن فرض الرسوم وتحديد ربما بشكل واضح العمولات وغيرها من الرسوم يؤدي إلى منع المضاربات أو تقليصها إلى الحد الأقصى المثل الذي ذكرنا عن السعودية وتأثيره على السوق من ناحية ركود كيف يتعامل معه الوسطاء العقاريون والله الموضوع في الحقيقة بالنسبة أن الموضوع اللي اتخذته دائرة الأراضي والأملاك عندنا هنا موضوع التنظيمات الإجرائية اللي هي الفورمات اللي اتعملت بصراحة خلت الموضوع كله فيه شفافية قدام كله قدام المالك قدام المشتري قدام الوسيط قدام دائرة ريرة اللي هي الجهة المنظمة فكل حاجة بقى فيها شفافية أكتر موضوع رسم التسجيل بقت واضحة أكتر فعلا في الأول كانت عندنا 2% زادت الـ 4% وده سيطر على السوق أكتر وبصراحة الإجراءات اللي اتخذتها ريرة الفترة السنين اللي فاتت دي عملت على سبات السوق دلوقتي السوق في مرحلة طبيعية ممتازة دلوقتي وضع طبيعي أن السوق يتقلب بنزول فيه عوائد على الاستثمار برضو عندنا هنا ممتازة جدا كمان مقرنة ببرة بأوروبا أو أنجلترا أو الأماكن دي فده جذب عمل على جذب كبير جدا من المستثمرين إذن تعشت السوق أكثر في المرحلة القادمة وفي السنوات المقبلة ألا تتوقعون أيضا ارتفاعات معينة في نسب العمولة أو ربما حركة قد تخرج عن إطار التنظيمات الموجودة حاليا لا أتوقع الموضوع هذا يحصل ثاني لأن الموضوع بقى واضح خالص ونسب العمولات سبتة كسواء كانت في البيع 2% سواء كانت في الإيجار 5% وأتوقع أن السوق سيفضل مستقر للربع الثالث من السنة الجاية ويبدأ في ارتفاع بسيط وتستمر هذه الارتفاعات حتى نوصل للإكسبو نعم كما ذكرتم وصولي لإكسبو 2020 في المنطقة وفي دبي تحديدا ربما يعطي إشارات إيجابية أكثر إلى السوق العقاري هل نتوقع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المزيد من شركات الوساطة التي ستدخل السوق برأيك بالفعل بدأ الموضوع من سنة بدأ مطورين يتجوا هناك ونحن شفنا موضوع شركة دبي ساوس بدأت تعمل هناك أسعار ممتازة لدرجة أن نحن بالروح كشركات وصاطها معانا عملاء عشان نشتري ما بنعرفش من الضغط الرهيب اللي هناك وبنفس القصة إعمار ساوس عملت مشروع هناك حلو جدا وأسعار ممتازة أكثر من مطور مثل ماج مثل دماج كلهم اتجوا هناك دلوقتي وعملوا أسعار كويسة دبي دلوقتي بدأت تتجه بتوسعه كبير جدا يعني الأول كنا نتكلم على دبي كدوين توين أو مرينا أو جي بي آر لا دلوقتي الموضوع اختلف خالص وبدأت توسعه كبير وبدأت استثمارات كبيرة جدا وبالفعل بدأ فيه شركات وصاطها تفتح كمان أكتر وبدأت لأنه بقى فيه جزب كبير جدا من عملاء بره إلى أي حد يمكن لشركات الوساطة الوسطاء العقاريين تحكم باتجاهات السوق العقارية هل يؤثرون برأيك على الأسعار من خلال اتجاهاتهم وعملهم بالطبع هو ممكن بيأثر بس في كل الحالات يعني هو ممكن يحكي مع المالك أن السعر كذا أو كذا بس هو يهمه في آخر الأمر أن الدل يتم فما بيقدر يأثر قوي يعني مثلا إذا البير جاي بيقول أنا عايز سعر الشقة دي مثلا مليون وهو حضرت بشي يقول مثلا بيعا مليون ومية هو عايز يتم الدل يعني وبيكون سعر فيل لجميع الأطراف لذلك سواء المالك أو المشتري بمتهى الأمان هل من مقترحات أخرى ترون أنها قابلة للتنفيذ في القطاع العقاري في هذه الفترة مطلوبة ربما لتحفيز الاستثمار أو لتشجيع أكثر السعين إلى شراء شقاق أو عقارات معينة تجارية وغيرها للدخول في هذا الاستثمار والله هو كل شركة يعني بتشتغل بالطريقة اللي هي تقدر تجيب منها أكتر عملة يعني سواء بيعملوا أعلانات بره سواء بيعملوا جذب المستثمرين سواء بيعملوا دراسات جدوى يقدروا يقنعوا بقى المستثمرين أنهم ييجوا يبنوا ويتموا عملية البيع لأن بمنتهى الأمانة والشفافية عمليات الاستثمار العقاري هنا العائد منها كويس جدا الشغل فيها كويس مستثمرين كتير قدروا يعملوا فلوس كويسة من الموضوع العقارات هنا ما الذي قد يعطي ربما نظرة سلبية أو فيها بعض الحذر لتطور القطاع العقاري في هذه المرحلة هل تتخوفون من ركود معين في فترة معينة لا والله في حقيقة الأمر موضوع الركود هذا شيء طبيعي في أي دولة في العالم لأن الموضوع الصول العقاري بيحصل فيه طبيعي ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض بس الحاجة الأهم في فترة الأخيرة أننا الحمد لله من سنة 2013 لحد هذا النهار هلقى ان السوق يزيد 5% ينقص 5% يستقر فمعدلات طبيعية جدا مقارنة بالأسوأ الأخر شكرا لك سيد حسن أشادلي مدير شركة صودك العقارية وصلنا بهذا مشاهدين إلى ختام حلقة اليوم برنامج مساحات طبعا كانت الحلقة الأولى لعام 2017 وسنكون معكم في حلقات لاحقة ابتداء من الأسبوع المقبل مع المزيد من القضايا المرتبطة بالقطاع العقاري ترجمة نانسي قنقر